نرجع نستكمل باقي اخبارنا وخلال الايام اللي فاتت كان مستر جومس حريص انه طبعا يطمئن على المصابين وخصوصا ان الزمالك بيعاني من مجموعة مختلفة من الاصابات في الوقت الحالي وفي الوقت طبعا الفريق كمان اللي بيستعد فيه لجادة المباريب زي ما قلنا مضغوط جدا على مستوى بطولة الدوري وخلال الساعات اللي فاتت جومس كان بيتواصل مع الدكتور محمد اسامة عشان يتطمن على المصابين قبل ما الزمالك يواجه سيراميكا احنا عندنا 8 اصابات متنوعة 3 رباط صليبي الونش عبدالشافي احمد حمد فيه اصابة كمان شكبالة على مستوى العضلة الامامية سيف الدين الجزيلي اصيب مع منتخب تونس في العضلة الخلفية فالتوح اصيب مع منتخب المصري بتمزق فيه اربطة الكحل وكمان مصطفى الزناري في لقاء البنك الاهل الوده باجهات فيه العضلة الخلفية كمان اصيب محمد عاطف خلال نفس المباراة اللي بتاعت البنك الاهل الوده بكادمة فيه الربة جامز كان حريص جدا انه هو يقف على حالة كل لاعب كمان في المرحلة اللي هو وصل لها كل لاعب في البرنامج التأهيل انا مكلمكم على عدد كبير جدا 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 من الاصابات انت داخل بيهم مباراة تيراميكا كيلو باترا 8 لعيبة بالمناسبة ده رقم كبير جدا او عدد كبير جدا ولكن ان شاء الله نقدر ان احنا نستعيد قوتنا الضاربة في الفترات القادمة ترجمة نانسي قنقر